ازاي ممكن الاهل يتقاهل من المجموعة بتاعته في دوري ابطال افريقيا ايه هي حقيقة اصابة شيكابالا بمرض خطير ونجمل لاسماعيل ينفي الرحيل كل ده واخبار تانية كتير هنعرفها في الفيديو ده بس ياريت لو ما اشتركتش في القناة تشترك تفعل الجرس تعمل لايك الفيديو خمسة اتنين لصالح سانداونز على النادي الاهلي نتيجة تاريخية وكبيرة جدا وبصراحة لا يستحقها النادي الاهلي ولا جماهير النادي الاهلي موقف المجموعة تعقد لكن النادي الاهلي لسه عنده بإذن الله امال وفي رأيي الشخصي لو الامور مشت بمنطقية امال ليست بالضئيلة دلوقتي موقف المجموعة سانداونز في المركز الاول برصيد 10 نقاط الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 9 نقاط النادي الاهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفي المركز الرابع والاخير القطن الكاميروني بلا رصيد من النقاط ازاي النادي الاهلي ممكن يتأهل؟ مبدئيا كده مفيش اي فرصة غير ان النادي الاهلي مبدئيا يفوز المطشين القادمين له ده اصبح امر ضروري وما فيهوش منقشة لو النادي الاهلي اخفق فيه تحقيق الفوز في المباراتين القادمتين القطن الكاميروني بالكاميرون والهلال السوداني بالقاهرة خلاص بالشهدادة بنتكلم فيه احتمالات احتمالاتنا كلها بتتحدث في حالة فوز الاهلي بإذن الله في المباراتين القادمتين الاهلي عنده سيناريوهين ممكن يوصل بيهم بإذن الله للدور المقبل وتخطى دور المجموعات بعد الموقف الصعب اللي حط نفسه فيه الحالة الاولى في حالة تعادل ساندونز الجنوب الافريقي مع الهلال السوداني في السودان بأم درمان في هذه الحالة هرتفع رصيد ساندونز ليه 11 نقطة وهي يتأهل رسميا كأول لهذه المجموعة رصيد الهلال السوداني في هذه الحالة هيصبح 10 نقاط والاهلي عنده 7 نقاط لانه خلاص فاز على القطن الكاميروني في هذه الحالة لازم النادي الاهلي يكسب الهلال السوداني في مصر عشان يتأهل ليه الدور المقبل بنتيجة اكبر من 1-0 يعني الفرق في الاهداف يكون اكتر من هدف ليه لان التأهل بيتم حسمه في دور المجموعات بالمواجهات المباشرة وزي ما احنا عارفين مباراة الزهاب انتهت بفوز الهلال السوداني بهدف مقابل لشيء للنادي الاهلي وبالتالي النادي الاهلي لو كسب بقى 2-0-3-1-4-2 بإذن الله هو اللي يتأهل ورأي الشخصي ان ده امل كبير جدا لان ساندونز ما اعتقدش لو في الظروف الطبيعية تاني بكرر يخسر بسهولة قدام الهلال السوداني الحالة التانية اللي ممكن النادي الاهلي يتأهل بها ان شاء الله هي ان ساندونز رايحنا ويكسب الهلال السوداني في السودان وقتها ساندونز رصيده هيصبح 13 نقطة يصل خلاص برده بشكل رسمي ورصيد الهلال السوداني يبقى 9 نقاط والاهلي 7 نقاط يبقى فوز النادي الاهلي على الهلال السوداني بيئة قاهرة بإذن الله يضمن وصول النادي الاهلي للدور المقبل برصيد 10 نقاط بنسبة مليون في المئة طبعا النادي الاهلي النهاردة عمل مباراة محبطة لجماهيه استطاع بالفعل النادي الاهلي ان هو يسجل هدفين بشكل كويس عن طريق محمد شريف وعن طريق المتقلقة اللي عمل مباراة كبيرة النهاردة برسيداو لكن استقبلت شباكه وشباك محمد الشناوي وخط الدفاع اللي كانوا سيئين جدا النهاردة خمس اهداف في رأيي الشخصي ان مرسيل كولر ما عملش التكتل الدفاعي المطلوب قدام فريق قوي جدا على ارضه وسط جماهيره عارفين ان سان داونز بيعرف يوصل لي مرمى الخصم بشكل كبير جدا عمل ده بشكل سالس جدا قصاد الاهلي في القاهرة يبقى كان طبيعي انه هيعمل ده بشكل افضل على ارضه وسط جماهيره اعتقد ان مرسيل كولر هيعيد حساباته الفترة الجاية مع العيبة النادي الاهلي فيه العيبة كتير اعتقد ان هي خدت اكتر من فرصة وحتى الان لم تصبت جدرتها في نفس الوقت حابب ان انا اشيد النهاردة بالنجم بيرسي تاو اللي اعتقد انه النهاردة وصل لي الاداء المنتظر منه من جماهير النادي الاهلي بيرسي تاو النهاردة كان عمل كل حاجة في الخط الهجومي للنادي الاهلي لكن اعتقد ان هو كان بيغرد منفردا مبارح قناة الزمالك عبر احد مزعيها ازعت خبر انا مش عارف ازاي ازعته بدون التأكد منه رغم انها القناة الرسمية من المفترض لنادي الزمالك قالك ايه قالك شيكبالا نجم نادي الزمالك واصطرته قصيد بورم في الدم والدهابات وصلت في دم شيكبالا لنسبة كبيرة جدا وطبيب نادي الزمالك بيقول انها نسبة كبيرة وخطيرة وضع الشيكبالا ووضعه خطير والناس قلقت بصراحة وبقى فيه تضامن وربنا يشفيك الشيكبالا يعني يا جماعة انا مش عارف ليه احنا بنتسبب فيه اصابة الناس بالزعر وبنتسبب فيه ان اللاعب يصاب بخضة هو واهله يا جماعة طبيب نادي الزمالك دكتور محمد اسامة خرج فيه تصريحات وقال ان احنا بنتكمل لمش في الامور الخاصة بصحة اللاعبين لكن قال ان هو اضطر ان هو يتحدث بعد الاشعاعات الانتشرت وقال ان ما فيش اي حاجة عند الشيكبالا بالعكس الرجل عنده اجهاد الفترة الاخيرة وعنده زي كده رشح مستمر عمل تحليل فيروس كورونا والتحاليل اثبتت سلبية العينة يعني الشيكبالا كمان ما عندهش فيروس كورونا لكن هو عنده حالة اجهاد وهيعمل تحليل فيروس كورونا مرة اخرى وفي حالة ان النتيجة تطلع سلبية تاني باذن الله هيريح لفترة بعد كده ينضم مرة اخرى لتدريبات نادي الزمالك باذن الله بدون اي مشاكل وبيطمن الناس كلها ان الشيكبالا بخير وما فيهوش اي حاجة ازمة بدون لازمة تسببت فيها بشكل غريب في رأي الشخصي كانت الزمالك المفروض ان الحقائق فقط لغير هي اللي تخرج منها لكن انها تكون مصدر لشائعات خطيرة ومقلقة لجماهير الكرة المصرية عامة لان الشيكبالا مش لعب صغير وحتى لو لعب صغير خبر زي ده مفزع ممكن يصيب الناس كلها بزعر والناس مش متحملة خالص الشفاء باذن الله لشيكبالا فيه الفترة المقبلة ويعود من جديد لقيادة نادي الزمالك ققائد لفرقة نادي الزمالك شيكبالا في الفترات اللي بيشارك فيها بيظهر بشكل اكثر من رائع يقال ان فيه ازمة ما بين شيكبالا وما بين فيريرا بسبب خلاف فيه تغييره في احد المباريات لكن اعتقد باذن الله ان الامور في الفترة القادمة هيتم لمها لصالح نادي الزمالك خصوصا بعد الاداء الرائع اللي اعملوا نادي الزمالك قصاد الترجي التونسي والفوز الكبير على الترجي في استاد القاهرة بنتيجة 3 واحد وعودة بصيص من الامل من جديد لنادي الزمالك من التأهل من مجموعته في دوري ابطال افريقيا بشرط تحقيق الفوز في مباراته القادمتين امام شباب برزودات الجزائري بيئة الجزائر وامام المريخ السوداني بيئة القاهرة وباذن الله ده امر سهل ومتاح لنادي الزمالك نجم نادي الاسماعيلي وجناحه وهدف الفريق هذا الموسم على فكرة محمد الشامي احرص حتى الان ثلاث اهداف مع النادي الاسماعيلي عبر صفحته على انستجرام بيوجه بيان او زي بيان كده ليه جماهير النادي الاسماعيلي بينفي بيه نافيا قطعا انه هو صرح انه هيرحل عن النادي الاسماعيلي كما تردد في الساعات الاخيرة طبعا محمد الشامي عقده بيندهي مع النادي الاسماعيلي بنهاية هذا الموسم في الساعات الاخيرة كان ترددت انباء ان مجلس الادارة بيحاول يتواصل مع محمد الشامي لتجديد التعاقل معها حتى لايرحل مجانا عن صفوف الفريق في الموسم المقبل وبعض الانباء ترددت وانا برضو قلتها امبارح في الفيديو ان محمد الشامي قال لمجلس الادارة انه يعني اصبره شوية انا يعني مستني شوف الدنيا هتروح فيه للفترة الجاية بعد كده اشوف اذا كنت هجدد مع النادي الاسماعيلي ولا لأ والنهاردة في البيان ما نفاش انه هو هيجدد للنادي الاسماعيلي لكنه نفى انه هيرحل عن صفوف الفريق واتهم بعض الصفحات بانها تتبع بعض الناس اللي بحاولوا يوقعوا النادي الاسماعيلي في الفترة المقبلة وبحاولوا يوقعوا ما بينهم وبين جماهير النادي الاسماعيلي واكد ان هو مستمر مع النادي الاسماعيلي حتى نهاية هذا الموسم بشكل طبيعي جدا مؤكد بإزد الله أن النادي الإسماعيلي هيظل في مكانته هذا الموسم وأنه العبير بالجهاز الفاني بيسعب إزد الله لعودة الفريق لمكانته المناسبة في الفترة القادمة طبعا أهم حاجة دلوقتي عندنا وعند جماهير النادي الإسماعيلي جميعا هي أن النتائج بتاعة الفريق تصلح في الفترة الجاية بإذن الله وأن الموقف الصعب اللي الفريق وقع في هذا الموسم يعد على خير طبعا النادي الاسباعين دلوقتي فيه المركز الستاشر برصيد ستاشر نقطة المركز الستاشر ده اول المراكز اللي معرضة للهبوط للدرجة التانية لقدر الله وموقف الفريق صعب اهم حاجة دلوقتي ان الفريق يعدي هذا الموسم على خير محمد الشامي بقى يجدد محمد الشامي يرحل الفريق كله يرحل مش مشكلة المهم الموسم ده يعدي على خير بعد كده يبقى لها حلال بقصد الله في ما هو قادم من موعيد طبعا مباراة سموحة اللي جادت بالمقترد ان هي الخميس المقبل في الجولة المقبلة من الدوري المصري هيتم تأجيلها خلال يعني ساعات قليلة جدا هيخرج القرار رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم وبالتالي ستصبح المباراة القادمة للنادي الاسماعيلي هي مباراة سيراميكا كيلوباترا على ملعب استاد الاسماعيلية يوم 3 ابريل المقبل بإذن الله بالتوفيق للدرويش في هذه المباراة الصعبة المصرية كل مرة بقول مباراة مصرية كل مرة في المباراة القادمة لازم لعيبة والجهاز الفاني والأهم مجلس إدارة النادي الاسماعيلي اللي عليه ان هو يوفر الاستقرار للفريق في الفترة المقبلة لازم الكل يعرف ان النقطة والجوم بيفرد ما بقاش فيه اي فرصة لأي استهدار او اي دلع او اي لمبالاة داخل ارض الملعب لازم الكل يعرف حجم المسئولية المرقاة على عاطق الجميع علشان النادي الاسماعيلي يعدي من الظروف التاريخية الصعبة اللي هو واقع فيها هذا الموسم بإذن الله خير والدنيا تعدي على خير بإذن الله على النادي الاسماعيلي وكيان النادي الاسماعيلي واسم النادي الاسماعيلي الكبير اللي هيظل كبير دائما وابدا لو اول مرة تشوفني استغزن حضرتك تشترك في القناة تفعل الجرس تعمل لايك الفيديو ودائما وابدا ستبقى انديتنا الجماهرية اولا وفوق الجميع اشوفكم على خير بإذن الله شكرا لكم وسلام عليكم اشتركوا في القناة